عام 1938 حل الملك فاروق البرلمان ذي الأغلبية الوفدية وكلف محمد محمود باشا بتشكيل الوزارة للمرة الثانية في هذا العام وفي قرية أبنود بمحافظة قنى أقصى صعيد مصر ولد الشاعر عبد الرحمن الأبنود بعدها بنحو عشرين عاما شد الأبنود رحاله إلى القاهرة التي كانت تعيش أجواء الثورة وحلم الوحدة العربية الكبير صافح شعر الأبنود آذان المصريين من خلال مشاركاته في برامج الإذاعة بوابة غالبية المصريين إلى الثقافة والفن آنذاك بعدها بنحو خمس سنوات يصدر الأبنود ديوانه الأول الأرض والعيال ثم ديواني الزحمة وعماليات غير أن حضور الأبنود الأبرز في مدان الشعر تسجله خطابات حراج القط العامل بالسد العالي لزوجته فاطمة جوابات الأسطح راجل قط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطم أحمد عبد الغفار في جبلية الفار إنحاز الأبنود شعرا وفكرا لبسطاء المصريين من العمال والفلاحين وكان الرئيس المصري جمال عبد الناصر بالنسبة له حامل فقراء حاكم يداد الجميع ويبوس رئيق الحال ودعش إيته فلاحين طلب جنود عمال وخاض معارج جسام من طلع الاحتلال دلف الأبنود إلى ميدان الأغنية وشق لنفسه مجرا شعريا خاصا لتكتسل أغنية على يديه برداء جديد تلمع فيه مفرداته الشعرية الخاصة وبالأغنية يتسع حضور الأبنود ويقترب أكثر من الناس خاصة بعد اقترابه من عبد الحليم حافظ فتتنوع إبداعاتهما المشتركة من الغناء العاطفي إلى الغناء الوطني ومن هنا ينفتح الأبنود شعرا على قضايا الوطن العربي منحازا لفلسطين وثورتها وانتفاضة شعبها المتجددة ثم تعانق قلماته لحظة الانتصار الكبير في أكتوبر بعدها يختلف الأبنود مع سياسات الرئيس أنور السادات خاصة في قضيتين الصلح مع إسرائيل والانفتاح الاقتصادي ويحتفظ لنفسه بمكان في المساحة الدافئة في عهد الرئيس الأسبق حسن مبارك فلا يبتعد إلى حد الصدام ولا يقترب إلى حد الدعم والتأيد ما يؤدي لانتقاده من قبل عدد من معاصره ومحب شعره لكنه مع ثورة يناير ينطلق من جليد ليدخ دماء شعرية طازجة في شرايين الإبداع وحين يصل الإخوان المسلمون إلى السلطة ينضم الأبنود لفريق المعارضين لسياساتهم حتى يضرب بشعره أركان حكمهم مطالبا برحيلهم أتم الأبنود قبل رحيله بسنوات جمع السيرة الهلالية التي رآها العمل الملحمي الأكبر في التراث الشعبي المصري وبرحيله يكتب الأبنود آخر كلمات قصيدته الطويلة التي سجلت بوعي وحافظت بإبداع سنوات الانتصار والانكسار في عقود ستة من حياة أمته الموت مجرد سفر لا شوك ولا زعبيب ولا عطر سامير عمر سكاي نيوز عربية القاهرة